هو بمناسبة الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة مارسل كولر انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية هذه الصيغة التي تقال دائما صحفيا يعني انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية انباء حول عروض قوية جدا لمارسل كولر المديل الفني للنادي الاهلي في السعودية وغير السعودية كل التفاصيل الممكنة جمعناها لحضرتك بخصوص هذا الامر فيما هو تالي يلا بنا بص يا سيدي كل التفاصيل مش هتلاقي تفاصيلها مش موجودة ومن مصادرها الموثوقة المسؤولة اولا مارسل كولر المديل الفني للنادي الاهلي تلقى بالفعل عرضا من نادي الشباب السعودي في الساعات الماضية للرحيل عن الاهلي وللعلم لم يكن العرض رسميا لكنه كان عرض جدي للغاية وبلغت قيمته المادية نحو خمسة ملايين دولار سنويا اي ضعف عقده مع النادي الاهلي ثانيا مسؤول نادي الشباب تحدثوا مع وكيل مارسل كولر وطلبوا منه معرفة رأي المدر في فكرة الرحيل عن الاهلي لتولي تدريب فريقهم من اجل تقديم عرضا رسميا لو اذا ما وافق على الفكرة كما ان العرض تضمن انهاء اي امور تفاوضية بين الاهلي والمدرب من اجل الحصول على خدماته ثالثا عرض الشباب لم يكن هو العرض السعودي الاول الذي يتلقى كولر حيث سبق ووصل اليه عرضا شفاهيا من نادي الهلال في الفترة الماضية وقبل بداية الموسم الا ان المدرب لم يرحب بالفكرة وقتها وفضل التجديد مع النادي الاهلي رابعا ايضا تلقى مارسل كولر عرضين من اوروبا وذلك خلال فترة معسكر الفريق بالنمسا قبل بداية الموسم الجديد حيث كان العرض الاول من سويسرا والثاني من المانيا لكن كولر رفضهما وقرر الاستمرار مع الاهلي خامسا ادارة النادي الاهلي خلال الساعات الماضية وبعد كثرة الانباء حول عرض الشباب لكولر تواصلت بشكل مباشر مع المدرب السويسري لاستضاح الامر وبالفعل اعترف مارسل كولر للادارة بكل العروض الذي وصلت اليه خلال الفترة الاخيرة عن طريق وكيله لكنه اكد للادارة ان هذه العروض ليست رسمية سادسا موقف مارسل كولر مع وكيله كان واضح انه لا يريد الرحيل عن الاهلي وهدف الاستمرار مع الفريق واستكمال مشروع الذي بدأ فيه منذ العام الماضي وانه يسعى لمواصلة النجاحات التي حققها مع الفريق سابعا ما علموا خد بقى اللي جاية دي مهمة جدا جدا ما علموا رقم 10 ان عقد مارسل كولر مع النادي الاهلي لا يتضمن اي شرط جزائي بخصوص الموسم الحالي اي ان كولر اذا اراد الرحيل عليه ان يفسخ العقد ويتحمل تبعات هذا الامر لو يدفع بقى مستحقات الموسم كله العقد بالكامل يعني اعتقد هي ده الشكل القانوني بس ما فيه شرط جزائي موضوع اكبر من فكرة شرط جزائي شهرين او ثلاثة لكن مع الموسم المقبل سيتم تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده وستكون كمتو مليون وامتين الف دولار سامنا لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي قررت عقد جلسة مع مارسل كولر بعد مواجهة سان جورجي الاسيوبي بدور ابطال افريقيا لحسم هذه الامور فرغم التأكد اللجنة من صدق المدر في رغبته بالاستمرار مع الفريق الا انها تريد التحدث معه وجها الوجه وتأكيد له على الدعم الكبير الذي يحظى به وان النادي يقوم بتنفيذ كافة طلباته الفنية هادي كل ما يخص مارسل كولر دي المعلومات رأيه الشخصي وجاية نظر الشخصية مارسل كولر من المدربين اللي بيحبوا الاستقرار ده على ضوء مشواره الفني يعني ممكن يقعد سنتين تلاتة مع اي فريق مع اي منتخب ما يحبش يمشي واي عرض يجيله يمشي على طول فالراجل اعتقد في التصوري لا يحب يكمل مع النادي الاهلي دي نقطة النقطة التانية مارسل كولر من المدربين والمقربين منه سواء في ادارة النادي الاهلي او الجهاز الفني لما سألت قالولي هو راجل مش بتاع فلوس قوي اه صحيح العروض اللي هتجيله هتبقى اكبر من الاهلي بكتير بس الراجل دايما بيحب النجاحات وبيحب الاستقرار والاستقرار ده وقده في النادي الاهلي جدا هو فاهم انه لو اشتغل في اي مكان تاني وحصل اي نتائج سلبية محدش هيزبر عليه في الاهلي لا هو عارف ان احنا هنزبر عليه ووصقين فيه وهندعمه ونسنده في اللي هو عايزه بين السطور وركز معايا بقى ده بين السطور الكلام الرسمي من ادارة النادي الاهلي على ضوء ما اتكلمنا فيه او تواصلنا فيه مع مسؤولين اصحاب قرار في هذا الامر قالوا لي لا مش هيمشي السنة دي مستحيل طيب ممكن يمشي السنة دي اه وارد شرط جزائي باتفاهم مع النادي الاهلي وارد لكن السنة دي لا مستحيل بس بس ما بين السطور نبارات صوت ونقاش وشونيتنا ان احنا نحاول نستشف ما هو ما بين السطور انه اه الاهلي شايف انه مستحيل تبقى للتأكل انه يمشي الموسم ده بس هم برضو فاهمين في الاهلي انه لو الراجل رحب بعرض كبير الشرط الجزائي او ما تبقى من العقد بتاعه مع النادي الاهلي ممكن يتسدد بسهولة من اي نادي عايز مارس الكولر فهم برضو رميين او سندين على فكرة ان مارس الكولر عايز يكمل مع النادي الاهلي واللي بقى اكدوا لك مليون في المية مارس الكولر عايز يكمل مع النادي الاهلي بس احيانا العروب بتبقى مغرية وممكن ترتفع خلال ايام الخلال انت بقى دلوقتي تقول لي ايه كلمة انت بتقول لي مستحيل ومارس الكولر عايز يقعد في الاهلي وبكرة اعرى خبر ان هو خلاص رايح النادي الفلاني ولا النادي التاني وارد ولو بنسبة ضئيلة جدا جدا بس احنا ما نعرفش الاركوم بترتفع لحد فين ما انتعى في التفاهم فجأة خمسة مليون بكرة سبعة بعده تبخض عشرة فهم فما تنمنش ما تنمنش الامور تروحها لفين لكن دلوقتي احنا واقفين فين عشان ما تطهش مني يعني واقفين ان الاهلي واثق ان مارس الكولر مش هيمشي ان مارس الكولر فعلا مش عايز يمشي من النادي الاهلي ان مارس الكولر بلق وكيله انه مكمل مع النادي الاهلي ده الواقع في هذه اللحظة دايما ببقى ضقيق جدا في هذا الامر عشان سوق الكورة بقى كده اللي هو تبقى متأكن من حاجة النهاردة بقرة رقم يترمي كده كل حاجة تتغير فتجي تقول لي ايه يا عم اما انت مش كنت قلت مستحيل انا ما بقولش مستحيل من المزاجة انا بقول مستحيل لما بسمع من مصدر مسؤول هو اللي بيقول لي كده مش من مزاجة انا لا داخل فينوايا مارس الكولر ولا داخل فينوايا الاهلي عايزين يعملوا ايه انا باخد الكلام اللي بيتقال لي رسمي او يعني بينك وصين اشبه بالرسمي بما انه مطلقش يعني للعالم بيبقى حوار عادي وبقول لحضراتكم وبس وبس دا الموقف بالنسبة لمارس الكولر